أهلا وسهلا فيكم بعد ما تعرفنا على أنواع البيانات في الفيديو السابق رح نبلش بالفيديو هذا نتعرف على ألية التنسيق داخل بالإكسل وأنواع التنسيقات وكيف نوظف أدوات الإكسل بموضوع تنسيق البيانات والتعامل معها رح نشوف كيف بالبداية التنسيقات النواء العادية ونتعامل ونفهمها ونتعرف عليهم كلهم وكيف نتعامل معهم بالإكسل في عندي لهو الفورمات سيلز بتقدر توصلها زي ما قلنا بالفيديوهات السابقة عن طريق إما كونترول ون أو رايت كليك فورمات سيلز إذا بتلاحظ هنا المسمى الموجود نمبر نمبر لأن التنسيقات كلها مربوطة بالأرقام مش بالنصوص التنسيقات الموجودة بالنصوص هون اللهم إنه أنا ممكن أخلي الرقم نفسه يعامل كنص لكن أي تنسيقات مش مرتبطة بنوع النمبر ما رح يكون موجودة عندي هون بداية أول نوع لهو الجنرال الجنرال مقصود في إعادة القيمة للأصل مثلا لو أنا عندي خلية تحتوي على تاريخ وبدأ رجحها للرقم التابع لإلها بقدر أختار من هون جنرال أو ممكن أستخدم الإختصار الخاص بالجنرال فورمات واللي هو كونترول زائد شفت زائد هاي الإشارة كونترول شفت مع الإشارة الموجودة عندي هون بتحول التنسيق لجنرال بعد الجنرال في عندي اللي هو النمبر النمبر فورمات بنستخدمه عشان نتحكم بعدد للدسامل بلايسز اللي هو فاصل الآلاف شكل الرقم السالب نقدر نتحكم فيه طبعا النمبر فورمات اختصاره من الكيبورد كونترول زائد شفت زائد علامة التعجب هون بعطيني نمبر فورمات يعني وجد كبسنا كونترول شفت مع رقم واحد مباشرة أعطاني فاصل الآلاف أعطاني منزلتين حشريات بعد الرقم تبعنا بعد هيك في عندي اللي هو الوقت برضو الفورمات عندي هون التايم بتقدر تحكم فيه برضو الوقت اختصاره من الكيبورد كونترول زائد شفت زائد اللي هو إشارة الآت هون بعطيني تنسيق التايم كونترول زائد شفت زائد الهاش بعطيني تنسيق ديت كونترول زائد شفت زائد دولار ساين بعطيني كرانسي كونترول زائد شفت زائد بيرسنتج اللي هو النسبة المعوية كونترول زائد شفت زائد بعطيني اللي هو الرقم العلمي وهي بالغالب استخدموها الانجينيرز اللي هو سانتيفك سانتيفك أو سوريلي فراكشنز اللي هو بعطيني الكسور والسيانتيفك اللي هو الرقم العلمي الرقم العلمي المقصود فيه احنا برياضيات وبالفيزياء لما نيجي نحكي عن الكهرباء مثلا بيجي بيقول لي القدرة 12 ضرب 10 قوة 5 هذا الرقم العلمي بنكتب بالإكسل بالطريقة هاي 12 مثلا E 5 هذا بالنسبة للإكسل اللي هو الرقم العلمي وممكن يكون اختصاره زي ما قلنا شفت كونترول شفت مع إشارة اللي هو الأوس هاي الفورمات الموجودة بشكل مباشر داخل برنامج الإكسل أحيانا أنا بحتاج تنسيقات أفضل من هيك يعني مثلا أنا عندي هون بهذا الجدول بهذا الجدول أنا عندي اللي هو أرقام موجبة أو أرقام سالبة ونصوص بدي أنصقها بشكل يكون الرقم الموجب يأخذ تنسيق منزلتين عشريات على سبيل المثال بدي هاي العشرة تكون مثلا 0.10.00 الرقم السالب ما يكون منصق إذا كان في عندي نص ما يظهر بالوضع الطبيعي لو جيت على الفورمات العادية أنت ما رح تقدر تطبق هذا الشيء نهائيا لهيك إحنا عندنا بالإكسل في إشي اسمه الكاستم فورمات الكاستم فورمات عبارة عن أداة بيستخدمها لإكسل بحيث أن أنا ممكن أتحكم أو أخصص التنسيق الخاص فيه مثلا بالوضع الطبيعي بالنمبر فورمات أنا بقدر أعمل لون الرقم السالب بالأحمر بين قسين أو بدون أقواس يعني مثلا أنا ممكن أختار الرقم السالب يكون أحمر بدون أقواس أو بأقواس لكن إذا بتلاحظ كل القيم أخذت نفس التنسيق له عدد المنازل العشرية منزلتين عشريات أنا بنتدي مثلا الرقم السالب ما يأخذ لون أحمر يأخذ لون أزرق الرقم الموجب مثلا يكون لون أخضر الرقم الموجب هو المنصق الرقم السالب هو صفر ما يتم تنسيقهم هذا الشي كله أنا ممكن أستفيد من خلال كاستم فورمات لتطبيقه عشان أتعامل مع كاستم فورمات لازم أعرف شغلة مهمة كثير قبل ما أبلش أتعامل معها إذا بتلاحظ لما اختار كاستم أنا عندي فيه هون المربع المخصص لكتابة التنسيق بهذا المربع أنا بجزء التنسيق لأربع أجزاء الجزء الأول اللي هو الـ 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 الأرقام الموجبة يعني أي تنسيق بدك تطبق على الأرقام الموجبة لازم يكتب بالجزء الأول بعد هيك بنحط فاصلة منقوطة بعدين أي شي له علاقة بالنسيق بالنسق بالجزء الثاني أي شي له علاقة بتنسيق الصفر بيكون بالجزء الثالث أخيرا التكست فورمات يعني يعني لما أبدأ أعمل تنسيقات للقيم اللي عندي أنا يفترض أن أصق القيم بناء على أربع أجزاء مثلا أنا بدي الرقم الموجبة بيكون بمنزلتين عشريات عشان أقدر أكتب التنسيق أنا في عندي الصفر أو الهاش تستخدم للتعامل مع الأرقام الصفر تستخدم لجميع أنواع الأرقام بكسور وبدون كسور يبقى بنسميها decimal numbers الهاش تستخدم للهول numbers يعني الأرقام الصحيحة بدون كسور مثلا أنا هنا بدي أنسيق الرقم الموجبة بيكون بمنزلتين عشريات بجب أقول 0.00 طبعا 0.00 تعني أي قيمة فاصلة منقوطة بدي الهاش أو الأرقام السالبة بدون منازل عشرية بقدر أحط إشارة السالبة وحط مباشرة 0 أو أحط هاش ري أنا هون ما بدي منازل عشرية فممكن أستخدم الصفر أو أستخدم الهاش فاصلة منقوطة نفس الشي الصفر ما بدي ها تكون بدون تنسيقات آخر شي عشان أعرض النص التعامل مع النص بالإكسل أو بالكوستن فورمات بدك تظهره تستخدم إشارة الآت بدك تخفي تلغي إشارة الآت يعني مثلا هون لو ما حطت إشارة الآت وخط التنسيقات كما هو كتبته كتبته عندي هون بالفورمات سيلز بالكاستم جيد قلت له 0.00 سيمي كولون هاش سيمي كولون 0 سيمي كولون كما استو أوكي لاحظ الأرقام الموجة بتنسقت بمنزل 2 عشريات الرقم السالب ظهر كما هو لكن أي نص موجود عندي داخل الخلايا ظهر أن الخلية بلانك علما أن لو فت عليها أي خلية راح تشوف القيمة موجودة بداخله هذا التنسيق اللي أنا عملته أنا قلت للإكسل نسق للرقم الموجة بمنزل 2 عشريات السالب بدون منازل الصفر كما هو ولو بدي أظهر النص كل اللي بعمله بضيف إشارة الآت في نهاية التنسيق يعني لو رجعنا مرة ثانية على format cells وضفنا إشارة الآت في النهاية وكبسنا أوكي أي نص موجود داخل الخلايا راح يتم عرضه أو ممكن أعمل شكل ثاني مثلا بدل الآت ممكن أنا ما بدي الناس تدخل نص ممكن أجي أكتب محل التكست أقول له أطلع له كلمة error هون لو جينا استبدلنا طبعا عربي إنجليزي مش كتير مشكلة نقدر نستخدم النص العربي أو النص الإنجليزي لاحظ أينما كتب النص طلعت مكانه كلمة خطأ طبعا مكتوب كلمة خطأ خطأ بس نصب نعدلها مثلا لو جيت عهاية الخلية غيرت قيمتها بدل ما هي minus five كتبت مثلا أحمد مجرد ما أكتب انت أكبس انتر رح يروح للإكسل مباشرة يجيب للقيمة أو النص اللي أنا كتبته هون ويستبدل شكلا النص اللي أنا كتبته أي نص حاليا يكتب داخل هذا الرينج مباشرة رح يظهر مكانه كلمة error أي رقم موجب رح أكتبه هون رح يأخذ تنسيق منزلتين عشريات ويظهر بشكل المنازل العشرية أي نص أو أي رقم سالب تتعامل معه مباشرة رح يلغي أو ينهي التنسيقات ما يتعامل مع التنسيقات ليه لأنه أنا قيل له الرقم السالب بدون تنسيق بقدر مثلا أعمل الرقم الموجب ثلاث منازل عشرية الرقم السالب بمنزلتين عشريات الزيرو بدون تنسيق والنص يظهر كما هو بس أنا بدي الرقم السالب يظهر باللون الأخضر بتقدر داخل التنسيقات تستخدم الأقواس المربعة وبداخلها تكتب أي ثابت مثلا أنا ممكن أكتب له Green بين قصين المربعات هذه معناها لون الرقم السالب باللون الأخضر هذا التنسيق لو أخذته زي ما هو وطبقته على نفس الخلايا اللي عندي هون أو على هذا الجدول وضغط على زر OK لاحظ كل الأرقام السالبة أخذت اللون الأخضر أنا ممكن أستخدم كثير من الألوان زي Green Blue Red Yellow وبرضه ممكن أتعامل طبعا مع White Black أو ممكن أستخدم الألوان بعد مكتوب كلمة Color ابتداء من 1 لغاية 56 هذا Color Code يعني مثلا أنا ممكن أجي هون محل Green أحط Color 20 على سبيل المثال Color 20 رح يروح يجيب للون المقابل للرقم 20 هذا اللون اللي هو السماوي أزرق بغض النظر إيش اللون هذا اللي هو Color Code 20 يعني ممكن نستخدم مجموعة كبيرة من الألوان بالتنسيقات هاي أسهل الطرق اللي أنا ممكن نستخدمها بال Custom Format زي ما قلنا بالبداية أي جزئية ما بدك إيها تنعرض كل اللي بتعمله ما بتضيف لها تنسيق مثلا أنا الرقم الموسيق السالب ما بدي ينعرض فأنا ممكن أجي على التنسيق تبعي وأترك منطقة Negative Blank وأحط التنسيق اللي أنا بدي بهذا الشكل أنا بحكي للإكسل أي رقم سالب لا يعرض على الشاشة يلاحظ هون الأرقام السالبة مش معروضة ممكن واحد يجي يقولي طب لو أنا بدي أعمل معادلة أوكي لو ده بتعمل معادلة كل القيم رح تدخل بالناتج ولكن لا تعرض يعني هي عملية Decoration مش أكثر أنت هنا بتعمل تنسيق للخلايا لكن محتويات الخلايا رح تظلها زي ما هي بس بدون عرض يعني هاي الخلية بتحتوي على Minus 5 بجميع المعادلات اللي ممكن تتعامل معها داخل الإكسل رح تدخل بالناتج ولكن عند الطباعة بالعرض ما رح أشوف القيمة إذا كانت سالبة ها أهم جزء أو الجزء الأول من موضوع تنسيق الخلايا أو تنسيق المخصص بما أنه الموضوع طويل رح نحكي بالفيديو القادم بجزء ثاني أو كجزء ثاني من موضوع ناعله تنسيق مخصص شوفكم بالجزء الثاني من التنسيق داخل الإكسل